تتمتع العلاقات البحرينية الإماراتية في مجال التعاون الدولي والدبلوماسي بالتوافق والرؤى المشتركة في مختلف المجالات وتستمد هذه العلاقة مبادئها من قبل رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين مواقف متسقة بين المنامة وأبوظبي فالبلدان سيئان في التوجهات والرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وجل ذلك يأتي نظير الاتفاق والتوافق بين قاري البلدين وفق رؤى قيادتي البلدين الشقيقين من أجل خير وصالح البلدين والعالم أجمع حرصت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تحقيق كافة أوجه التعاون في المجال الدبلوماسي والتعاون الدولي ككل وسجل التاريخ الكثير من المواقف المشرفة للبلدين وهما يسندان بعضهما البعض فالمصير الواحد جمع الأشقاء في البلدين في تعاون مؤسسي وتعاون يرى نتاجه على الساحة الدولية البلدان حرصا على دعم القضايا المشتركة في مختلف المحافل فعلى سبيل المثال للحصر ينضوي البلدان تحت مظلة تحالف دعم الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة المملكة العربية السعودية إيمانا منهما بأهمية الصف الواحد بمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي العربي وفي منطقة الخليج العربي على وجه التحديد ولعل المتتبع للدولماسية البحرينية والإماراتية المتزنة شاهد القرار التاريخي الذي اتخذه البلدان الشقيقان من خلال التوقيع على اتفاقية تجمع البلدين بدولة إسرائيل في سبتمبر من العام 2020 وبموجب إعلان مبادئ إبراهيم تأسست العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات من جانب ودولة إسرائيل من جانب آخر وذلك دعما لجهود السلام في المنطقة وتحقيق التقارب الذي يخدم الشعوب كافة ويعتبر دعم السلام العالمي والتعايش السلمي من الأجندات المشتركة في أنشطة البلدين الشقيقين وكان للبلدين خطوات سباقة باحتضان المؤسسات واللقاءات والمؤتمرات التي تخدم هذه الأداف والقيم السامية لتكون بذلك رسالة البحرين والإمارات للعالم أجمع بأن البلدين يدعمان توجه السلام العالمي وتعايش السلمي على مستوى العالم